نتحدث عن الهجمات الإيرانية الصاروخية 13 صاروخ على أربيل هي ليست الهجمات الأولى من نوعها ولكن أن تعترف إيران بأنها تتقصد استهداف أربيل لدواعي ودوافع ذكرتها فهذا هو الشيء المستغرب اليوم أنتم أمام أمر واقع يا سيد المندلاوي إذن الوضع بحاجة في أربيل في كردستان إلى تدعيم الأمن والاستقرار ما الذي تنتظره حكومة إقليم كردستان بهذا الشأن هل تنتظرون موقف رسمي حازم يختلف لربما عن المواقف التي صرحت بها الحكومة هي مواقف قانونية ودبلوماسية أم لديكم موقف منفرد هذه المرة ستتواجهون بشكوى بدعوة إلى مجلس الأمن الدولي أو إلى المحاكمة الدولية على سبيل المثال نعم مساء الخير تحية لكم ولمشاهدي قناة التغيير الأعزاء ليس مستغربا اعتراف إيران بهذا القصف سبق لها أيضا أن اعترفت بأن هناك وكر للجواسيس وأيضا قامت بقصف منزل لأحد التجار في مزرعة وبالتالي شكل حينها مجلس النواب العراقي لجنة لكشف الحقائق والنتيجة كانت أن هذا المنزل لم يكن إلا منزلا عاديا هذه المرة أيضا اعترفت إيران بقصفها عبر صواريخ باليستية وبعيدة المدى وأيضا على منزل مدني واليوم مستشار الأمن الوطني العراقي السيد الأعرجي أيضا صرح بأن هذا المنزل هو منزل لعائلة مدنية ولا أعرف كيف يكون وكر للجواسيس وفيه أطفال بعمر العام الواحد وأطفل آخر بعمر الخمسة عوام حقيقة هذه الادعاءات المزيفة هي الدعاءات مضللة هي تخطية لأوراق سياسية تحاول إيران رميها في العراق وفي المناطق الأخرى وبالتالي ما ننتظره هو أننا نريد أن تكون هناك يعني تدخل المجتمع الدولي باعتبار أن للأسف الشديد إيران تعلم جيدا بأن العراق غير قادر على الرد الفوري أو الرد القوي على مثل هذه الاعتداءات هناك اعتداء على سيادة دولة عضو في الأمم المتحدة وبالتالي إقليم كردستان هو جزء من هذه الدولة ولا يمكن السكوت على هذا الوضع لنا يعني معرفة تامة بما تقوم به إيران وبما ترمي إليه هم يعلمون جيدا أنه لا يوجد مثل هذه الادعاءات أو كار الجواسيس موجودة في إيران نفسها يعني عليها أولا أن تكشف عن هؤلاء وماذا يفعل الجواسيس في أربيل يعني حقيقة أمور غير واقعية وغير مبررة وبالتأكيد هو اعتداء على كل العراق وبالتالي اليوم اللجنة جاءت من بغداد وأيضا بصحبة سيد وزير الداخلية الكردستاني وأيضا كشفت على كل المواقع وأثبت لها بأن هذا الموقع وغيره لم يكن موقعا لوكل الجواسيس سيد صبحي الحكومة العراقية صرحت بأنها ستقدم شكوى إلى الأمم المتحدة ونأمل أن يكون ذلك جادا حقيقيا نعم